في فصل الشتاء بالتحديد تكثر الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي وخاصة عند الأطفال عن أسباب هذه الأمراض وأعراضها وعلاجها وأسليب الوقاية منها وأيضا الأسليب الخاطئة أو المعتقدات الخاطئة المتعلقة بالجهاز التنفسي نرحب معنا من داخل السوديو بإخلصائية الأطفال وأستاذة الصحة العامة في جامعة بيرزيت الدكتورة ناهد مكي أهلا وسهلا فيك أهلا يسعد صباحك وصباحك بداية دكتورة يعني بتعرفي يعني مع بداية فصل الشتاء الأمراض الجهاز التنفسي بتكون هي سيدة الموقف يعني خلينا قبل ما ندخل في الأمراض نحكي شوي عن تعريف الجهاز التنفسي هلا الجهاز التنفسي تكون من قسمين فينا الجهاز التنفسي العلوي اللي هو عبارة عن الحنجرة فما فوق فهذا بشمل الأنف وبشمل الحنجرة والحلق اللي جزء منه اللوزتين وفي عنا بعدين الجهاز التنفسي السفلي اللي هو ما تحت الحنجرة اللي هو يشمل القصب الهوائية الرئيسية بعدين بتفرع منها قصبتين هوائيتين بعدين في اللي بتروح على الرئتين منسميهم القصيبات الهوائية اللي هي أصغر وطبعا في عنا الرئتين طب نحي شوي عن الأمراض المتعلقة يعني إيش الفرق مثلا بين التهاب الحلق والتهابات القصب الهوائية أو مثلا الأمراض الأخرى الرشوحات العابرة يعني على سبيل المثال طبعا الفرق في الأعراض والأسباب والمسببات هلا أكتر إشي سائد من أمراض الجهاز التنفسي اللي هي الرشوحات والزكام أو منسمي الرشح يعني بالعربي العامي يعني هلا الرشح بيكون الأعراض عبر عن سيلان في الأنف أو تسكير في الأنف وزائد يساحبه السعال في موظم الأحيان هلا الالتهاب اللوزتين طبعا بتكون فيه حرارة عالية صعوبة في البلع والالتهاب القصبات الهوائية في الأطفال مش القصبات اللي هي الكبيرة اللي بتلتهب اللي هي القصيبات اللي عبارة عن القصبات الصغيرة جدا اللي داخل الرئتين هذي اللي بيصير فيها التهاب طبعا هذه أعراضها عبارة عن بيكون فيه سخونة بيكون فيه سعلة وفي معظم الأحيان بنسمع اللي هو السفير عن طريق السماعة طبعا ومرات بيكون مسموع بدون سماعة حسب الوضع والشدة يعني هلا الأمراض العابرة مثل الرشح أو يعني لما بيصاحبها درجة حرارة لازم الأهل يعني على طول ممكن يكتشفوا أنه معناته فيه التهاب يعني درجة الحرارة على مدى تدول يعني بالضبط كتير مهم أنه هذي كمان الأشياء اللي ناس نوعا ما بيفكروها اللي لازم نعرفه أنه رشحات العادية ممكن وفي معظم الأحيان بيصاحبها حرارة بيصاحبها سخونة ممكن توصل لحد أربعين يعني رشح عادي بدون التهاب آآآ بدون التهاب طبعا هذي نوع رشح فيروسي فيروسي هذي بيكون سببها فيروس هذي بيكون سببها فيروس وعادة السخونة بتكون أول يومين لثلاثة أيام بعدين أول شيء بتبلش تنزل السخونة بعدين الرشح والسعلة بيأخذوا وقتهم تينزلوا فالحرارة بحد ذاتها لا تعني التهاب بكتيري الأهم الناس عندما يقولوا كلمة التهاب يقصدوا فيها التهاب البكتيري فالدرجة الحرارة العالية لا تعني أي شيء نحن نفحص المريض ونستطيع عن طريقه أن نعرف هل هذه درجة الحرارة ناتجة التهاب بكتيري ولا التهاب فيروسي طب أنا عندي سؤال كمان عن موضوع درجة الحرارة يعني أحيانا بيكون فيه ارتفاع في الدرجة الحرارة بشكل عارض يعني مثلا ليوم أو يومين بس بتكون كمان مش عالي جدا يعني أخلينا نحكي مثلا 38 أو 38 ونص هذا عيش بدل وبتروح بعدها هذا عبارة عن فيروس بيكون في معظم الأحيان بيكون فيروس كتير فيه أطفال بيسيبهم حتى مرات بتكون مش مصاحبة بأعراض زوكام فيه كتير أنواع فيروسات بتسبب كتير أنواع أعراض كتيرة منها ممكن بس الحرارة ليوم أو يومين هذه ما بتخوف الإشار اللي بيخوف إذا استمر حتى في الرشح استمر أكتر من ثلاثة أيام نعم طيب دكتورة يعني هلا إحنا نعرف أنه الفيروسات عادة لا يعطى إلها المضادات الحيوية بينما طبعا الالتهابات البكتيرية هي اللي إلها مضادات حيوية وحتى كمان المضادات الحيوية المخصصة لأنواع معينة البكتيرية ما بتزبط على كل الأنواع يعني فحكينا عن الاستخدام الخاطئ يعني للموضوع المضادات الحيوية وأديش بيأثر يعني ما مادة خطورة استخدامه بشكل متكرر عند الأطفال آه هذه طبعا قضية مهمة جدا جدا هلا للأسف بيصير عندنا في الهالي أهالي الأطفال إنهم في عندنا سوء استخدام للمضادات الحيوية هلا الأهل عادة أي حرارة بتصير عند الطفل بروحوا على الصيدلية بيأخذوا مضاد حيوي طبعا جزء من اللوم على الصيدل على الصيدل الصيدل المش مفروض يصرف مضاد حيوي بدون وصفة طبية بالضبط إحنا عنا الصيدل بشكل عام كلهم بصرفوا مضادات حيوية حتى بفحصوش المريض بيجي بيحكي لهم أعراض وبينقي أنتبيتك وبعطيهم أو أحيانا بيكون الأهل كمان يعني مثلا بعرفوا نوع معين لمضاد حيوي تم استخدامهم سابقا في حالة فهم لحالهم بشخص يقولوا آه يمكن زي المرة الماضية فبعرفوا الاسم وبحكوا للصيدل يبعطوا إياه الآن اللي لازم نعرفوا أنه 99% من التهابات الجهاز التنفسي سواء العلوي أو السفلي هي نتيجة فيروسات والفيروسات طبعا ما إلى مضادات حيوية لا بدهاش مضادات حيوية فـ 1% بس من التهابات الجهاز التنفسي هي اللي بحاجة لمضادات حيوية وهاي عادة بتكون التهاب اللوزتين بس حتى التهاب اللوزتين إنه قبل ما نعطي مضاد حيوي فيه فحص لتشخيص هذا الالتهاب ناخد مسحة من اللوزتين لأنه عن طريق الفحص العادي نقدرش نميز هل هذا التهاب فيروسي أو بكتيري التنين ممكن يعطوا نفس الأعراض ونفس شكل اللوزتين ففيه فحص بنعمل اللي هو عبارة عن مسحة من الحلق بيبين فيها إذا بكتيري أو لا وإذا بكتيري ما نعطي مضاد حيوي فهذا واحد من الالتهابات الجهاز التنفسي اللي بده علاج الأشي الثاني الأهل إذا شافوا الولد رشح أكثر من خمسة أيام أو نزل من مناخيره مخاط أخضر بفكروا أنه هذا نتيجة التهاب بكتيري فبروحوا بياخدوا أنتبيوتك هذا غلط مش مفروض ممكن الزكام أو الفيروسي يستمر لحد أربعة عشر يوم ما نعطيش مضاد حيوي إلا إذا كان مصاحب بمضاعفات الأشي الثاني اللي هو التهاب الرئى أو بيسموهم الناس النزلة الرئوية هذه زي ما حكينا نسبتها نصف المئة بتكون تقريبا وهي بتسوي حرارة عالية جدا سعال صعب جدا وأهم علامة لها سرعة بالنفس بتصير السرعة النفس أكتر من غيرها فهدول الحالتين بس بدنا مضاد حيوي أما بتسع وتسعين في المليون الحالات ما بدناش مضاد حيوي هلا ليش إحنا منحكي ما تستعمل المضادات الحيوية لأنه هلا في كل العالم كان فيه زي وضعنا إنه فيه استعمال خاطئ للمضادات الحيوية فإنت لما تعطي مضاد حيوي بكتيريا الموجودة في الجسم بتصير قوية بتقاوم بتقاوم فبيصفي إنه هذا المضاد الحيوي اللي أعطتي إلها أول مرة بطل يدفع بتكتصفي تعطي مضادات حيوية قوية وهذا بالتالي بيضعف جهاز المناعر عند الطفل بالصبت يعني هلا فيه بلدان بطل يزبط معهم المضادات الحيوية عن طريق الفم بدهم ياخدوا مضادات حيوية عن طريق الوريد لأنهم استعملوا كثير مضادات حيوية بحيث إنه بطلت البكتيريا تستجيب فهذه خطيرة جدا طيب يعني عندنا دقيقة عشان نحكي عن المعتقدات السائدة يعني مثلا إنه الولد أكل بوزة تانيوم حلقه بيصير ملتاب أو مثلا حدا تحمم وطلع مباشرة لفحه الهوى يعني هل ديش مدى صحة هذه المعتقدات؟ بصدق هذه من المعتقدات الخاطئة جدا أول شيء الواحد يتحمل ويطلع بره ما بعمل إشي هذه مش صحيحة مش صحيحة مش صحيحة أنا بجيني مرضى إنهم عشر تيام مش متحميمين لأنهم خايفين يرشحوا الأهل الأشي الثاني كمان إنه البوزة البوزة مائلها دخل الالتهابات لجهاز التنفسي نتيجة فيروسات الفيروسات مش موجودة في البوزة الأشي الثالث اللي للأسف موجود جدا بين أطباء الأنف والأذن والحنجرة والناس إنه إذا شلنا اللوزتين خلص بطل بطل إشي بطيب بطل عنده التهابات هلأ في الحقيقة من شيل اللوزتين بس محلهم اللي هو جزء من الحلق بصير فيه التهابات هاي من المعتقدات الخاصية جدا طيب بس مثلا موضوع يعني إحنا هلا بالشتاء وإنه في أماكن دافية ومنطلع على أماكن باردة يعني هذا مائل ودخل مائل ودخل بس يعني خلينا نحن بس المهم إنه الأهل يلبسوا أولادهم إشي دافي بس فيه ضمن المعقول مش عشر طبقات فوق بعض بنخنق الولد طب سريعا دكتورة يعني أسليب الوقاية يعني من كل هاي أمراض الأجهاز بالضبط لأسليب الوقاية أولا أن الرضاعة الطبيعية كتير تحمي ثانيا التغذية الجيدة للأطفال ممكن يستعملوا مصادر فيها فيتامين سي قبل المرض ثالث إشي تغسيل اليدين جدا وإشي فيه هنا فيروس تطعيم الإنفلونزا بنعطى بشهر عشرة وحدة عش فهذا منصوح فيه للأطفال فوق ستة شهر لحتى منطع عشر سر نعم طيب أظن يعني هو موضوع الفقرة كمان فيه كتير تجعبات ممكن نخصص لاحقا في حلقات القادمة بالتفصيل عن كل موضوع خصائية الأطفال وأستاذة الصحة العامة في جامعة بيرزيت الدكتورة ناهد بكي شكرا لوجودك معنا وشكرا لكل المعلومات طرحتها أهلا شك مشاهدينا بهيك منكون وصلنا لختام برنامجنا الصباحي منشكر كل ضيوفنا لهذه الحلقة ومنتمنى تكون فقرات برنامجنا لليوم أعجبتكم رح ترافقكم زميلتي رند خضير في بداية الأسبوع المقبل أنا مني بحييكم وبتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة وبلقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل إلى اللقاء يا ظريف الطول وكفت أكل لك رايح على الغربي وملادك أحسن لك خايف يا ظريف تروح وتتملأ وتعاشر الغير وتنساني آنك يا ظريف الطول يا سمك ضحوك يلي ربي في دلالة مقربك يا ظريف الطول يوم الغربك شعر رأسي شاف والظهر الحنى يا ظريف الطول وين الهاجر وين